تب تفتكر يا أحمد أنا بحس إن من كتر كلام المتجوزين على الجواز من كتر تنمرهم على جوازهم فأنا بحس إن الشباب الصغير بقي خاف يعني ما تقبلش أي ستة ده جواز إيه واجع قلبي إيه ده قارفني ده عملني ده مديني البوز ده أنا كنت حرة وكنت جميلة وكنت بتنطط براحتي فطبعا أولا بنتها اللي عادة في البيت هتشرب الكل اللي هي بتحكي ده ثانيا أي أعدات وبوستات الستات المتجوزين أو الرجالة ما الرجالة طول الوقت سنجلة جنتلة وانا تمام وانا معرفش ايه وانا ايه فهل اللي احنا بنعمله ده كسوشيال ميديا من المتجوزين بيخوف اللي مش متجوزين يعني احنا السبب في تخوفهم ده هو بيرعبهم مش بيخوفهم بس خلينا نفرق بين حاجة تان بين واحدة بتشتكي لأنه احنا عندنا برضو في مصر كده حاجة ظريفة اسمها هيأخذ العين أيوه تقول تندب عشان ما حالش يحسن فطعب اه ده انا حصل كذا وحصل كذا ندب بس بجي مش عايشة معا في البيت فأولادها ما فيش خوف عليهم لأنهم شايفين الحقيقة أيوه فأولادها مش خوف عليهم لكن خوف علي اللي بتسمع الحكايات دي وهي مش متجوزة أيوه إنها تصدق وفيه طبعا واحدة بتشتكي وهي حقيقة محقة في الشكوة بتاعتها بس احنا برضو عندنا الأزمة الكبيرة قوي احنا مش فاهمين الجواز ايه أصلا احنا فقدنا حقيقة مجتمع مصري فقدنا مش الهوية فقدنا أهدفنا في الحياة يعني دلوقتي اما تيجي تقولي الوحدة تتجوز تقولك ليه عشان ايه طب انا عايز ارد على السؤال ده لأن فعلا بنات كتير جدا بيكلموني حتى في الراديو أو في صفحتي على الفيسبوك اتجوز ليه يعني انا لما باجا اقنحها هي بصراحة بتكبسني تقولي طب ممكن تقولي انا اتجوز ليه فانا ارد اول السؤال عشان يبقى عندك بيت واطفال طيب بعدين يعني كده كده هيجوا ولو ما جاش برضو عادي انا كده تماما مش بدل ما اجيب طفل واتطلق ويشيل معاناة ويشيل وقب يزل ويضايقه فقل لي يا احمد احنا كمزيعين وكاعلاميين حقيقة لان انا بيبقى ليه دور يعني انا بيصدقوني وبيحبوني وبيتأثروا بكلامي فانا وزي كتير من الاعلاميين المفروض نعكس بقى ده يعني نكسر الفوبيا دي ازاي قلنا علمني اقول ايه لا عفو طبعا لا هو احنا كلنا بمفكر ازاي نوصل لحاجة انا شخصيا شايف انه عايز احل المشكلة ارجع لاصلها طب انا شايف دولتين اناصلها انا بيقولك عليه ان احنا فقدنا الهوية الفكرية بتاعتنا يعني ايه كان زمان سهل جدا واحد عايز اتجوز عايز تتجوز ليه عنده اسباق كتير جدا احنا النهاردة بقى هما اللي بيسألوا السؤال ده اقولك اتجوز ليه ليه لانه فقد الهدف من الجواز طب احنا الهدف من الجواز ايه كان ابسط حاجة يقولك علشان استقر علشان اكون اسرة عشان الاقي عيالي جنبي لما اكبر طب ما دي اسباب حقيقة جدا ليه احنا دلوقتي مش محتاجين يعني هل انا مش محتاج مثلا لما اكبر يبقى اولادي جنبي هل انا مش محتاج لما اكبر الاقي حد ببشاركو ذكرياتي في الحياة هل انا دلوقتي في حياتي اللي انا عايشة دلوقتي مش محتاج حد يطبطب معلها ما احنا نتكلم على انه انا هعيش في حرية سواء ولد او بنت يعني الاتنين عندهم نفس الازمة سواء ولد او بنت هنتكلم على قصة انا هعيش في حرية ما فيش حد يعيش في حرية وما فيش حد خالي من الرقابة وما فيش حد خالي من التحكم يعني ما انا اللي مش متجوز ده انا عندي حد بيتحكم فيها في شغلي وعندي حاجة بتتحكم فيها في حياتي ده لازم هيحصل فعلى أقل وانا عايش في هذا العالم اللي فيه حاجة بتتحكم فيها أجيب أنا حاجة بتتحكم فيها بإرادتي وحاجة بحبها وانتبطة على بعض يعني ده أبسط سبب طيب هو أصلا الجواز من البداية خالص هو غريزة يعني عنا ربنا خلقنا كده فطرة بغريزتنا عايزين نلاقي النصف التاني بتاعنا ده الطبيعي فأي خلل بقى في قصة إنه الطرفين دول مش عايزين يتقابلوا يبقى احنا فقدنا حاجة فقدنا حاجة طب الغريزة دي هتوديها فين أصلا لو تكلمنا بشكل بقى واضح جدا الغريزة دي هتوديها فين هي المشكلة بقى إن فعلا الغريزة دي هتتنفس فين ما هو كل ده برضو إحنا لازم نكون عارفين ومدركين في الأول في الآخر إن فيه خالق خلقنا وحط كتالوج وحط طريقة للتعامل مع كل مشكلة حتى لو اتصرفت بطريقة تانية مش هنوصل للنتيجة الحلوة اللي احنا عايزنا تانية حاجة إحنا واحنا بعد كم سنة حيبقى مين اللي شايل اسم البلد دي يعني مين اللي بيفكر للبلد دي مين اللي بيخطط للبلد دي لما احنا كلنا كل واحد حتى اللي بيتجوزوا بيتجوزوا حطين من ضمن بالمناسبة يعني الطلاق من ضمن الحاجات يعني خطوبة جواز طلاق وبعد كده نكمل حياتنا لوحدنا ده لا انا مستغربة ده بقى شيء مدهش لنا لأيهم حتى ممكن يكونوا مخطوبين وتلاقي عادة بتحسب على حسابها هو بيدفع فلوسه ايه ده هو احنا احنا ليه بقينا جاحدين كده احنا ليه بقينا فيك كده بلاستيك تحسين للعلاقات لايف ستايل غربي مش بتاعنا لايف ستايل غربي انا شايفة وانا شايف انه هو ده النموذج الامثل للحياة وهم بقى قفلين دماغهم لا يسمعوا كلام ابو ولا امو ولا حاجة خالص لا احنا صح وانتو ديمو دي وانتو مش فاهمين حاجة وانحنا كده صح فاللي هو احنا خايفين عليهم احنا يعني المجتمع رايح على فين يعني فيه خلل في دماغ البنات ودماغ الشباب